النهاردة اقول لكم حاجة بصراحة طبعا الغيب عند ربنا يعرف الغيب يعني مش 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 اعرف ان ده هيحصل او او ممكن يحصل يعني بس انا عندي توقع او تصور او خيال او استنتاج لو المباراة دي كانت بطاقم تحكيم مصري كان ايه اللي هيحصل انا مش بشجع على فكرة يعني فكرة الحكام الاجانب انا من الناس اللي رفضة رفضا تام يعني انا احب ان الحكام المصري ديروا المباراة بس هل اللعيبة النهاردة كانت هتلتزم بالشكل الكافي هل اللقطة بتاعت الشيبي وحسين الشحات دي كانت هتعدي كده هل ضربة الجزاء اللي هي اتلغت او ما تحسبتش بتاعت بيرامدس في اول 15 دقيقة كانت هتعدي كده او اتفكر معايا كده بزمتك المباراة دي كانت هتكمل قعد اسرح بخيالك كده وتخيل الموقف وتخيل الموقف احنا النهاردة الفرقتين طلعين هاديين بس تسناهل اللقطة بتاعت الشيبي دي والقلق واللي حسب بس كله ايه الحكم انجزه هتطوله في كروت هتطلع فكله لم الموضوع بسرعة لو اللقطات دي حصلت وفي حكم مصري احتسب نفس القرارات دي في المباراة قول لي كان الوضع يبقى عامل ازاي للأسف يعني امش بقول انه ده الصح بس اقعد تخيل معي وبالتالي وبالتالي هجماعة الحكم يحترم مهما كانت جنسيته بابلك انت من بلدك حكم مصري تحترم وتحترم قراراته حتى لو كانت خاطئة منعملش قلق ومشاكل نهاردة ايه كله زي الألف حدش يعني حدش هيتطول كالطرد يطلع اطلع انذار يطلع ماشي يرجع يدي مش ضربة جزاء محدش كله بس ايه ده في لقطة حلو او الحكم عملها هنسيتها سأل الكابتن جاد فيها بصراحة بس تمام في لقطة الحكم هو جاي من الفار في ضربة الجزاء بتاع ديئة 15 اللي محتسبتش لصالح بيراملز لما الحكم قال انه مش شايف فيها ضربة جزاء في ديئة 15 هو راجع من الشاشة من على الفار راح بيوسف للمدرب وللعيبة هو ليه ما احتسبهاش بغض نظر المدرب بعد كده برضو قاعد يسرخ بس اللقطة حلوة باحترام واخلاق انا مش جاي على حد ضد حد انا بحكي لك انا انا ليه خدت قراري كمان مفيش مشكلة يعني برضو ده الراجل ده بي هو عصب لعيبته النهار ده يعني بشكل أو باخر يعني طلعه ومبرر ماتش بشكل أو بحكي لك